يقول ابن أبي طالب في خطبته يقول صبروا أياما قليلة لما وصف المتقين قال فالمتقون في هذه الدنيا هم أهل الفضائل منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالذي نزلت في الرخاء لولا الأجل الذي كتب الله لهم ما استقرت أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقا إلى السواب وخوفا من العقاب قلوبهم محزونة شرورهم مأمونة حاجتهم خفيثة أوفسهم عفيثة صبروا أياما قليلة أعقبتها راحة طويلة فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون وهم والنار كمن قد رآها وهم فيها معذبون ترجمة نانسي قنقر